بدوره اعتبرت مندوبة دولة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة أن التصويت لصالح قرار الهدنة الإنسانية يعد إشارة لدعم القانون الإنساني الدولي بداية أوجه الشكر للمجموعة العربية والدول الأعضاء في الجمعية العامة الحصول على 120 صوتا لدعم القرار يعد إشارة على دعم القانون الدولي ورفض الوضع الحالي على الأرض في قطاع غزة المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة ويجب أن تكون هناك هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات الطبية للجرحة